التقت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة الكنائس في فلسطين ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد النسائي في بيت لحم وتطرق الطرفان للدور الفعال للمرأة الفلسطينية على طول مسار النضال الوطني الفلسطيني وتأثيرها النوعي على كافة المستويات الاجتماعية والصحية وغيرها وأكد خوري دعم اللجنة الكامل للعمل النسوي في سبيل استمراريته والعمل على تطويره لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني كافة مثمنا ما يقوم به الاتحاد النسائي في بيت لحم من أنشطة تستهدف جميع الفئات والأعمار